يترقب نواب الشعب عرض الحكومة لمشروع القانون الجديد المنظم للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإذا كان مشروع القانون يحمل إضافات تقنية تماشياً مع دستور 2020 من خلال إعادة ترتيب المواد فإن النواب وعضاء مجلس الأمة يوجهون اهتمامهم للمدى التي تلزم الحكومة بتقديم المعلومات والوتائق الضرورية التي يطلبها البرلمان لتعزيز الدور الرقبي للنواب نحن أمر هذا نحبده وشيء الحقيقة يأكد باللي رأنا في المصار الصحيح ولكن هناك نقاط لابد الوقوف عليها والتشديد عليها خلال تدخلات لا سوف تكون داخل قبة البرلمان العلاقة الجديدة التي تسعى الحكومة لبنائها مع غرفتي التشريع تريدها تكاملية وتقويمية عكس الماضي خاصة وأن البرلمان الحالي حمل صفة التغيير وكسر الصورة النمطية القديمة المرسومة عند الشارع الجزائري نحن في انتظار القراءة وصلتنا الأوراق التي أرسلها إلينا الحكومة وسوف ننقص كل التفاصيل وسوف نقارن بين ما قدم لنا عندما أنشئت الحكومة والمنجزات التي رأيها أنجزت حالي العلاقة بين البرلمان والحكومة وبعيدا عن القوانين والتنظيمات تبقى مبنية على الشد والجذب والتدافع السياسي والفعل ورد الفعل فقوة البرلمان ستزيد من نجاعة الحكومة وهذا باعتراف رئيس الجمهوري عبد المجيد تبون في خرجته الأخيرة أمام ولاة الجمهورية